السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وصلا بحضراتكم على قناتنا step by step ولو اول مرة تشوفنا يريد تعمل subscribe للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول والنهاردة معدنا مع اليونت الخمسة من منهج الكونيك 3 ويونت النهاردة اسمها at the zoo at the zoo يعني في حديقة الحيونات وزي ما انتوا شايفين عندنا animals كتيرة جدا او حيونات كتيرة جدا what can you see in the picture انت شايف ايه في الصورة ممكن اقول ايه انا شايف اسد وانا شايف فيل وانا شايف زرفة وحاجات تانية كتيرة بس تعالوا نقولهم بالانجلش ونتعرف عليهم في درس النهاردة حلوين ويلا بسرعة نروح للدرس اول حاجة عندي vocabulary اللي هي ايه اللي هي الكلمات واول كلمة معانا هي lion 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 اللي هو الاسد اللي هو ملك الغابة بنقول عليه ايه بنقول عليه lion يعني اسد بعد كده يا حلوين عندي elephant elephant اللي هو الفيل يبقى عندي lion اسد وعندي elephant طب عندي ايه كمان animal عندي giraffe 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 اللي هي الزرافة يبقى عندي lion وعندي elephant وعندي giraffe ايه كمان عندي penguin 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 اللي هو البطريق والبطريق ده طبعا بيكون فين يا حلوين بيكون فيه الاماكن اللي فيها تلج لانه هو بيحب يلعب فين حب يلعب في التلج فاسمه ايه اسمه penguin penguin نقول مع بعض penguin بعد كده يا حلوين عندي hippo 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 اللي هو فرس النهر ومن اسمه طبعا بيبقى عايش فين بيبقى عايش فيه اغلب الوقت فين في river او في النهر في المية عموما هنقول عليه hippo hippo بعد كده يا حلوين عندي panda 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 اللي هي ايه اللي هي الباندا او حيوان الباندا وبعدين عندي zoo 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 اللي هي حديقة الحيوانات اللي كلنا بنروحها وبنحب دايما ايه وبنحب دايما نروحها ونلعب مع animals فيها عندي lion elephant giraffe penguin hippo panda واخيرا كلمة ايه واخيرا كلمة zoo اللي هي حديقة حيوان طب زي ما انتو شايفين عندنا zoo عندنا حديقة الحيوان واصدقائنا راحوا يزوروا حديقة الحيوان وهيقابلوا حيوانات كتيرة جدا تعالوا نشوف هيتكلموا في ايه اول حاجة طبعا عندي الميس بتقول ايه بتقول there are so many animals here يعني في حيوانات كتيرة ايه في حيوانات كتيرة هنا طبعا هيكونوا محترين يروحوا الايه ولا الايه فعندي صديقتنا بتقول i love the zoo يعني انا بحب الزو او بحب حديقة الحيوان i'm very excited يعني انا متحمسة ايه انا متحمسة جدا بعدين بيقول لها what do you want to see يعني انت عايزة تشوفي ايه انت دلوقتي في الزو very excited متحمسة جدا عايزة تشوفي ايه عايزة تشوفي البنجوينز او البطاريق يبقى هنا في الزو في حديقة الحيوان ممكن اقول ايه ممكن اقول i can see an elephant يعني انا شايف an elephant field ممكن i can see a lion يعني شايف ايه اسد i can see a panda شايف panda او اي حيوان احنا شايفينه ممكن اقول ايه ممكن اقول i can see ممكن كمان اقول i like يعني انا احب وبعدين اقول الحيوان اللي انا بحبه ممكن اقول i like giraffe يعني انا بحب ايه انا بحب الجراف او الزرافة بعد كده يا حلوين هنروح لايه هيقول لها طبعا ليست هنكمل هيقول لها good idea good idea يعني فكرة جيدة لان هي قالت له يلا نشوف البنجوينز how about going to the elephants يعني طب ايه رأيك نروح لايه نروح للأليفنز نروح للأفيال طبعا هما ايه هما بيقترحوا على بعض نروح فين ونروح لمين فهي قالت let's هو قال لها ايه how about how ايه how about يعني ايه رأيك نروح لكذا اللي هو الاليفنز بعد كده عندنا جزء اللانجوش فانكشنز اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي الخاص بال او الاقتراح لو احنا عايزين نقترح شيء معين او نقول يلا نعمل شيء معين يطر الاقتراح هنستخدم فيه اول حاجة هنستخدم let's 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 او let us يعني الابوستروف اس اختصار لـ الـ اللي هي us يعني دعنا او هيا بنا let's دي بيجي بعدها ايه بيجي بعدها الانفنيتف او الفعل في المصدر اللي هو الفعل بدون اي اضافات يعني ممكن زي ما قلنا نستخدم ايه نستخدم let's ممكن كمان نستخدم how about how about ماذا عن او ماذا بشأن اللي هو برضو ايه رأيك في كذا دي بيجي بعدها الـ gerund او الـ verb مضاف له ing يبقى الـ gerund هو الفعل بس مضاف له ايه مضاف له ing يبقى الفرق ما بين let's وما بين how about ان let's بيجي بعدها الفعل في المصدر انما how about بيجي بعدها الـ verb او الفعل مضاف له ايه مضاف له ing لو احنا موافقين على الاقتراح ده هنقول ايه لو موافقين لو حد اقترح شيء معين واحنا موافقين عليه هنقول ايه يا حلوين هنقول good idea يعني فكرة ايه فكرة جميلة او فكرة رائعة طيب يا حلوين تعالوا نشوف امثلة صديقنا هيقترح وصديقه التاني هيعمل ايه هيرد عليه فبيقول ايه let's play tennis let's play tennis يعني هيا نلعب ايه هيا نلعب تنس طبعا ملاحظين انه بعد let's عندي play اللي هي يلعب بدون اي اضافات let's play tennis فهيقول له ايه هيقول له good idea يعني ايه يعني فكرة جيدة يلا ايه يلا بينا نلعب بعد كده عندنا صديقتنا واحدة هتقترح والتانية هترد عليها هتقول لها انها ايه هتوافق يا طرح على فكرتها ولا لا فبتقول لها ايه how about watching TV how about اللي هي ماذا عن او ماذا بشأن ودي قلنا بيجي بعدها الفعل مضاف له علشان كده بنقول how about watching TV يعني ايه رأيك نتفرج على التلفزيون فهتقول لها ايه يا طرح صديقتها هتقول لها good idea يعني فكرة جيدة يبقى زي ما قلنا لو احنا عايزين نقترح شيء معين هنقول ايه هنقول let's ودي بيجي بعدها ايه بيجي بعدها الفعل في المصدر how about اللي هي ماذا عن او ماذا بشأن وي دي بيجي بعدها ايه يا حلوين بيجي بعدها الفر مضاف له ing يبقى قلنا ايه قلنا watching والرد هيكون ايه الرد هيكون ان الفكرة دي ايه good idea يعني فكرة جيدة يبقى لو حد بيقترح شيء معين علينا وإحنا موافقين هنقول له ايه هنقول له good idea good idea فكرة جيدة او فكرة جميلة وبكده يا حلوين يكون الدرس الاول انتهى اتعرفنا على حيوانات كتيرة جدا زي اللاين وزي الجراف وزي الهيبو وزي ايه كمان زي الاليفانت وزي البينجوين وحاجات كتيرة جدا اكتبوا لي في الكومنتات عن اكتر او اكتر حيوان انتو بتحبوه ونتقابل قريب جدا في الدرس التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته